اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن أحمد كوش هنزكا كوش حبيبك كابتن أحمد كوش كله تماما ما أنت عامل إيه كله كويس ننور دايما الشاشة ربنا خليك أنت لننور ومبسوط أن أنا معك في بيتي يعني نا طبع مكاننا يعني طبع أشكرك أنت وأسرة الإعداد والمخرج والناس نا ربنا خليك حبيبي ربنا خليك دايما الفترة اللي فاتت كان عندنا مع كوشري يعني كنت مدير فني ومسكت أندية كبيرة جدا أخيرا كان الإنتاج الحربي والأمور كانت ماشية بشكل جيد جدا إيه اللي حصل بعد كده لا مفيش هو طبعا الموقف كان صعب بتاع الإنتاج الحربي طبعا يعني جدا يعني يعني كان أنا كان عند تخوف كبير أن أنا أمسك خاصة بعد موضوع أسوان وانت شفتين كيف أسوان ربنا كرامني ونجحت معاهم وانا في ظروف كانت صعبة جدا كان عندي أكتر من صراحة يعني وأنا مع أسوان جالي أكتر من عرض النادي في الدور الممتاز عندي يا محترمة وتعم ما مش هو الهائل والإنتاج خلي بالك بس هي طبعا هذا كان خلص الموضوع كابتل الإسلام أنا جايب مع الإنتاج 20 نقطة الدور الثاني يعني لو فيه زيهم الدور الأولاني كنت بيت في المربع صحيح يعني أنت هتعمل إيه أكتر من كده يعني أنت بالعكس يعني لا أعملنا أعملنا حاجات كتيرة قوي بس والأمور في الدرجة التانية مختلفة لا الدرجة التانية أنا مكنتش عايز أكمل بصراحة يعني أنا ممكن حصل على ضغط والإعلاقتي بالناس يعني كابلت الناس في النادي فقبلت وأنا مكنتش عايز يعني أنزل بصراحة لأن أنا عارف اللعيبة هتبقى معنويا عاملة إزاي في الدور الثاني اللعيبة اللي هي هتكمل معاك وإنت نهي الدوري في يوم 26 تمانية وبتجمع اللعيبة من 12 تسعة وعايز تجمع فرقة كاملة في أسبوع أسبوعي في ثلاثة أيام وتسعة وتلعب ماتش بعديها ما فيش عشر تيئ يعني أنا ملحدش مرة الفرقة أسبوع فطبعا ده كان صعب على اللعيبة لا بدنيا ولا فنيا ولا نفسيا كمان اللعيبة اللي هي اللي كملت معايا فلأ كان صعب على الفرق اللي بتنزل صعب عليها أنها تبدأ أول سنة بتبقى صعبة خاصة في مجموعة زي مجموعة القاهرة مجموعة صعبة كلها فرق اللي بالدورة ممتاز وكلها فرق إمكاناتها زي بعض تقريبا المادية حتى فمشينا هنا ممكن قلت الكلام ده الرئيسي النادي قلت له يعني أنا لو عايزنا أن أبدأ معك أنا لازم أكون وقع معك أول 4-5 ماتشاط ما تتوقعش أن أنت تشوف نتائج وده اللي حصل إيجابية ولو حصرت مش هتبقى مني يعني يبقى توفيبنا عند ربنا أنا يعني اتكلمت معاه بصراحة ومع ذلك إحنا يعني الأمور كانت ماشية يعني معقول بدأنا لحد أما الفرقة بدأت تبقى كويسة بس كانت عايزة وقت لأن أول حاجة أنا لما جيت حتى جمع فرقة اللعيبة كان خلاص فيه فرقة بدأة تلات شهور وأنت بتاخد اللعيبة اللي مش موجودة في حتة معظمهم مش موجودين كانوا خلاصوا فأنت يعني بتختار في مسافة دايقة جدا والمتاح قدامك ومع ذلك جمعنا فرقة مش وحشة معهم والفرقة نرتوط دور التانية تبقى كويسة فدي أول سنة حتى دجلة نفس الوضع نفس الأمور ماشية سعبة شوية أه لكن الدور تحت يعني ممكن أنا لها فيه تجارب كتيرة جدا بس طبعا عايز عايز وقت إنك تمرن يعني برضو مهما تكون إنت عندك خبرات وابتصك في جهازك وفي شغلك بس فين الوقت اللي إنت تشتغل فيه ما تشتغلناش أسبوع عكبت الإسلام والعبنا ماتش يعني مررنا ثلاثة أيام في القاهرة ورأت مع أسكر في إسماعيلية أسبوع رجعت على ماتش فتخيل بقى فيه لعبة يعني لسه ما حافظش أسامية فلا قد تجاربها بس الحمد لله يعني هم ناس محترمة جدا في نادي التاج الحاربي وأنا كنت سعيد إن أنا كنت معاهم وأنا قلت له بصراحة يعني أنا طلبت أكثر من مرة إن أنا ما كملش وجالي نادي في الدورة الممتاز وممكن أعدت معاه وخلاص وأعدت مع رئيس النادي وقلت له أنا جالي النادي الفلاني كان البنك الأهلي أعتقد لا كان الشرية الدخان شرية الدخان صح البنك الأهلي جات لي فترة قبل دي أه قبل دي بس المقصة يعني كان المقصة كانوا قاعدوا معي واتفقنا وكل حاجة وأنا لتزمت بالكلام اللي خدته من الوعد من رئيس النادي فعطلتني جالي ثلاثة أندية كويسة جدا فكل ما حد يكلمنا قوله أنا خلاص خلصت الفتحة وتكلمنا فللأسف يعني يعني هما ما كانش ما ما تكملوش لا ما أعتذروش حتى لأنهما دخلوا في مشكلة هما أناش بتكلم عن المقصة دلوقت هما بتكلم عن المقصة لما كان المقصة فرقة لما كانوا تبع الشركة كلام ده السنة يعتبر الموسم القبل اللي فد على طول بعد أسوان على طول فأسفة دي كصة يعني وممكن تكونوا عطلتني شوية بس الحمد لله يعني السنة دي جاء لك إسترن كامبني بس ما حصلش نصيب آه لا وعدنا مع بعض آه النادي اللي مرضيش اللي إنتاج الحربي مرضيش آه أنت ساعدة كنت ناسف آه آه مرضيش يعني عادت معاه وقلت له أنا يعني إستر كومباني أنا كنت في يوم العيم لعب هناك وبتاع فالناس يعني أنا قبل كده كانوا كلموني ما أردتش أروح كنت مع الفريق معايا في الإنتاج وكنا عندنا مبراد في الدوري وهم خلاص فاضل لهم مطشين تلاتة وصعدوا فكلموني قلت لهم صعب أن أنا أسيب برضو الإنتاج في موقف كنا إحنا قاعدين يعني خلي بالك يعني إحنا كنا ممكن نقعد ومصر كلها شافت كنا أداة ونتيجة وكل حاجة إحنا فرق معنا نقطة واحدة وكنا نقدر نجيبها بس يعني فيه حاجات بي تبقى خارجة عن إرادتك لأن اللعبة معايا أنا منوع لطموح أوي وبمسك في يعني إيه عندي إصرار أوي على أن أنا أنجح في التجربة فكنت دايما ببس الموضوع ده في اللعبة هنوعد هنوعد فاللعبة ما بدايتش تفهم الكلام ده لم تأخر بدأوا اللعبة الكبيرة تيجي تكلمني يقول لها كابتين ياريتنا سمعنا كلامك لو إحنا مكناش مصدقين إنت كنت بتقول لنا هنوعد ونقدر والكلام ده وإحنا مكناش يعني بعد اللعبة دلوقتي إذا ما نحسين بالموضوع ده طبعا أو يعني من ساعتها أكلمك بأمانة كابتين إسلام كان فيه فرق بيننا وبين مثلا يعني نادي أسوان كان فرق بيننا وبينه 12 نقطة إحنا عدنا أسوان بكذا نقطة فأنت عارف فرقة كانت سبقك بمسافة أنا بتكلم يعني مثال فشوف أنت بقى وصلت لفين لأ إحنا قدرنا نكسب فرقة كبيرة جدا في الدوري ونتاج غريب يعني مثلا مبرزة المصري خصني الشوط الأول 2-0 كسبنا 3-2 كسبنا المقصة كسبنا المحلة في المحلة 3 وكنا نقدر نعمل سكور كمان أفضل كمان اللي بتعادل معنا بيرامدز في آخر ثانية اللي اتحاد سكندري بتعادل معنا يعني النتاج المقاولين تعادل معها إنبي لأ عملنا مبراج كويسة بس يعني اللعبة مكهدش مصدق أنه ممكن أن الكلام نتحقق لكن الحمد لله يعني أنا شايف أنها تجربة يعني عملنا اللي علينا ولكن يعني الأمور إحنا روحنا متأخر شوية يعني أنا بدأ معهم بعد الدور الأولاني عندهم تسع نقطة كبت الإسلام فيعني ادخال دور كامل تسع نقطة صعبة جدا يعني شايف النهاردة مثلا الإسماعيلي بيعاني هو لسه في الدور الأول وعنده تماني عنده تمن نقطة والموقف عنده صعب فبلك أنت الدور كله خلص وانت ما عندك تسع نقطة بس فالحمد لله يعني تجربة أنا استفدت منها والحمد لله يعني مش حابب بس الناس تظلمنا فيها لأن لأ يشوفوا حنا عملنا قدي يمكن الكلام ده أنا قلته مسكت ثلاث فرقة في الدور الممتاز قبل كده من نصر التعديم من كم سنة كانوا لعبوا أربع مطشاط الدور التاني يا كابتن إسلام أنا جمعت معهم عشرين نقطة الدور التاني بعد أربع مطشاط الدور التاني فدخالة وهم عندهم زي يوم الدور الأول كان زماني في المربع طبعا ونفس الحكاية مع أسوان عملنا معهم النتاج وكسبنا الزمالك وكسبنا المولين وكسبنا كسبنا الإنتاج كسبنا فرقة كتيرة جدا وجمعت معهم نقطة كويسة وكذلك مع الإنتاج الحاربي يعني ولكن الحمد لله يعني تجربة أنا شايف أنها الحمد لله يعني أنا أي تجربة باستفاد منها وإن شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي كوشري يعني أنت بتفكر في مشتقبلك إزاي والله كابتن إسلام أنا مش هتحك عليك يعني يعني أنا مخشش نادي إلا ما بيبقى في يعني ترابط كبير بيني وبينهم والنادي ده بيرجع أكلمني تاني أي نادي لأنني بشتغل أنا بحب شغلي جدا ومنظم في شغلي وبكتهد وعند الإصرار قوي على المكسب فلأ طبعا أتمنى فرصة كويسة فيه مدربين كتير جاءت لهم فرص كويسة ولو شفت بدايت أنا وابدايتهم هم لأ هم مسكوا فرق فرق كبيرة قبلها ما فيش نجاحات فلأ أنا كان الحمد لله عندي بعض النجاحات فمحتاج فرصة كويسة مش أكتر من كده بس ربنا يا كريمك إن شاء الله واللي جاي دايما يبقى أفضل يا كوشري لأنه الجيل بتاعك ده جيل محترم جدا ومجموعة كبيرة جدا يعني سامي ماشي أحمد سامي ماشي في شكل جيد مع فريق أعتقد ده جيلك أو أه طبعا جيلي يعني أعماد النحاس يمكن أنت أكبر شوية لكن في الآخر جيل واحد هو مسك الاتحاد سكندري بعد المقاولين بعد تجربته مع المقاولين عودة مع المقاولين عبد الحميد باسيوني مع المحلة يعني الجيل ابتدى ياخد مجموعة من ونجح ونجح طبعا ونجح يعني لازم الناس تعرف برضو الناس دي نجحت يعني إحنا قبل كده كان فيه أسات زيتنا مدربين كبار واشتغلوا فترة طويلة واللي جي بعدهم الجيل اللي جي بعديهم يعني أنا شاف الكورة يعني بالعكس في الندية كمان أكبر وأكتر يعني الفئة النهاردة بقيت لا الدنيا اتغارت تماما في الندية بين الفئة كلها يعني المسافات قربت فلا كلهم عاملين شغل كويس جدا يعني بسرعة طيب خلينا ننتقل سريعا كده قبل ما نروح للمنتخب نتكلم عن نادي الأهلي شفت النادي الأهلي إزاي من بعد كسل عالم لغاية دلوقتي يعني من بعد كسل عالم نادي الأهلي من بعد كسل عامل الأندية يعني نادي الأهلي بيلعب كل ثلاث يام مباراة تقريبا وما بين اليوم اللي بيلعب فيه واليوم اللي بيعمل فيه سفرية سواء جوة مصر أو برا مصر فشفت أداء النادي الأهلي إزاي لغاية مباراته الأخيرة أمام المريخ واللي جاي أمام الهلال مستسلام النادي الأهلي يعني ممكن ده قدر اللعيب اللي بيلعب في النادي الأهلي لازم يلعب على كل البطلات ولازم يبقى مضغوط مضغوط أوكي لكن أنا بتكلم حتى بدنيا ونفسيا وسفريا وزهنيا وإجهاديا كل حاجة ده حقيقة ده حقيقة وواضحة اللي مشواخب باله الكلام ده يبقى يعني مش فيه النادي الأهلي بيلعب كل ثلاثة يام مباراة في حين إن فيه بعض الفرق المنافسة بتقعد مثلا أسبوع أسبوعين مريحة ومراش حاجة وبتلعب بالزبط طب اللعيبة دي بتعمل أنا شايف النادي الأهلي في ظل الإجهاد الكبير اللي بيحصل وخاصة إن عنده أهم لعيبة بتلعب في المنتخب بتلعب بصفة أساسية ما بتخرجش من ملعب زي السلية حمد فتحي تلاقي الشناوي 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 بصلي هم اللي بيرجع برضو دي أعمدة رأسية في النادي الآن فبالتالي لا اللعيب محتاج فترة راحة وبعدين انت هنا يمكن بتلعب بتلعب كمين أفريقيا بتسفر السفريات طويلة يعني آخر مباراة بتاعة أفريقيا احنا سفرنا أنا وانت جنوب أفريقيا مع المنتخب عشر ساعات طيران طويلة طبعا صعبة جدا الناس بقى مش واخدى بالا من الكلام ده أنت النهاردة خلص مباراة وسفر عشر ساعات قعد في طيارة عشان ألعب مباراة أكيد بدنيا لها تأثير وبيبان في الملعب أنا شايف أن النادي الآلي في ظل الظروف والضغطات والإيجاد اللي يعني على اللعيب الفترة اللي فاتت لا النادي الآلي ماشي في كل الأمور ماشي كويس يعني في الدوري النادي الآلي الأول وفضله مباراة مؤجلة النادي الآلي في أفريقيا في مجموعته إن شاء الله يعني من نسبة 99% إن شاء الله أو أكتر إن شاء الله أنا ماشي جاي أنا عن سقة جديرة جدا نكسب هيصعد الدوري الثاني فبالتالي كل اللي أنت عايزه تقريبا بتحقق الأداء آه فيه يعني مباراة أنا يمكن يعني حابب أنا أقول وجهة نظر أن النادي الآلي قبل مباراة الهلال السعودي في كاس العالم ممكن اتكلمت تقريبا هنا مع القناة أنا قلت نفس النادي الآلي ما يبقاش رد فعل النادي الآلي ينزل يضغط زي ما كنا بنلعب ما عمل كده في الهلال كسب لو عمل كده النادي الآلي مع كل الفرق أكلمك بكل أمانة يا أسلام أنا النهاردة مسك مثلا أي فريق مسكته قدام النادي الآلي في الدورة الممتاز إيه 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 إنت رقم واحد بتبقى عمل حسابك عليه أو ألقام منه ألقام من أول تلت ساعة في المباراة لأن النادي الآلي لو نزل ضغط عليك في أول تلت ساعة اللعيب عندك بيبقى ألقام بيبقى خايف من المباراة خايف من النادي الآلي خايف من اسم النادي الآلي خايف من إمكانات النادي الآلي فالنادي الآلي وجهت نظر إنه هو لما يبدأ المباراة ضغط على أي فرقة بيخلص المباراة بيخلص الجيم بدري وده اللي حصل مع فريق مين؟ الهلال السعودي الأهلي لما بدأ ضغط على الهلال السعودي خلص الجيم أنا نفسي يبقى كده يعني يبقى فيه ضغط عالي للعيب لأنه عنده الإمكانيات هنقول الإرهاك والكلام ده مش معنى كده أنه أنا أبدأ المباراة كلها ضغط عالي بس أقسم المباراة بس أنازم الأول فيه شراسة دي كمان بتخلي اللعيب بيخش في الجيم بسرعة لكن أحيانا لما بتيجي الجيم تيجي الشوط الأول مهدي أول أموره ممكن تكسب بلاس تسعين زي ما بيقول بس مش كل مرة تسلم الجرة بدالين نحن المسلم اللي فات فيه ماتشاط في الآخر ما قدرناش نحن نخلصها حصلت الدوري كده بالظبط فيعني أنا وجهة نظري الجيل بتاعي وجيل اللي انت لعبت الجيل اللي اعتبر تكملت في الجيل اللي الورانا كنا بننزل نخلص الجيل من الشوط الأول بالظبط من أول ربع ساعة النادي الأهلي مسجل فأنا دي أعحابي بالنهاية يعني إصرار أكتر لكن الأمانة النادي الأهلي ماشي أنا وجهة نظري ماشي كواس جدا في ظل الضغوطات الرهيبة اللي على العيبة العيبة بتلعب منتخب بتلعب السين بتسافر بمبارات أفريقيا كتيرة بتلعب في الدوري كل يومين ثلاثة ماتشو بتسافر فلا يعني أنا شايف النادي الأهلي ماشي بخطة سابتة حتة يعني الأداء والكلام ده أنا عارف عمره ما يرضينا غير أن النادي الأهلي يكسب مكسب وأداء لكن لازم الناس برضو تستعمل شوية اللعيبة لما نرخش في الأدوار إن شاء الله الجاية إن شاء الله الأهلي يبقى أفضل ثمانت يام أجازة كلمة دي كانت كلمة كبيرة جدا وعملت مشاكل يعني عملت انتقادات كثيرة جدا بلاش انتقادات الكل بيتساءل أنت كمدير فني شايف أن المسيماني قدى لللاعبين ثمانت يام أجازة شايف المدة من وجهة نظرك بعد الكلام عن الإجهاد والأداء وانت عندك معظم اللاعبين مش موجودين شايف أن المدة طويلة سيارة من وجهة نظرك طبعا أكون أمين معك هي مدة متلاصقة كبيرة ثمانت يام مرة واحدة كتير أنا بتكلم بعلم اللي أنك علمنا خبرات مشيء والعلم اللي خدناه بجانب يعني لأن المباراة اللي عندك هتبقى تاريلا يوم واحد أو اثنين اثنين اربعة المفروض اثنين اربعة يعني بعدها بكم يوم بعدها باربعة تيام صحة كابت لا بعد ما يرجع يعني من الأجازة بست يام لا ما أنت واخد لها من 18 ل 26 26 بعدها بستة ايام بعدها بستة ايام أو سبعة ايام يعني هي وجهة نظري أن التمنت ايام في علم التدريب بيرجعك أن أنت عايز ترجع تتمرن على الأقل أسبوعين عشان ترجع الفرقة بتاعتك تاني أسبوعين؟ حتى لو التمنت ايام دول فيهم أربعة ايام مثلا شكل إيجابي للتمرين لا لو فيهم تمرين لو فيهم تمرين هم مورك يعني في البيت طبع لا مش في البيت في الجيم كمان في الجيم أو ما هو يعني المعد البدني بيدي شغل للعيبة ممكن الجيم أو شغل ما فيش مشكلة لا لو كده ماشي هو كده أنا بكلم على السلبي السلبي يا إسلام السلبي التمنت ايام كان ممكن تتوزع بشكل أفضل لكن تمنت ايام ومن خلالهم شغل مثلا بيخش الجيم أو بيعمل شغل فيه كوة وفيه حاجات معينة لا ما فيش مشكلة اللعيبة مجهد أنا عارف اللعيبة تعبانة أنا بتكلم على أنت بتسألني الرحة سلبية تمنت ايام سلبي لكن لو من خلالهم فيه شغل بيخدوه من خلال المعد البدني مثلا بيديهم شغل فيه الحاجات بيشتغل على القوة فيها ميزة أن هي بتقعد أسبوع من أسبوع لأسبوع يقدر تشتغل عليه لو بيشتغل بيديهم شغل لا طبعا يعني فيش مشكلة وبعدين قبل كده تقريبا عملها موسيماني ورجع على مراتين ورجع على نتاجك جيدة جامعة موسى إسلامها أقول لك بالبلد عشان ما نجملش الصورة كله مدرب وليه أسلوبه وإحنا النهاردة مثلا كروش في منتخب مصر مش كل الناس عندها قناعات دي لكن الراجل نجح مثلا في أمم أفريكية أو مش كويس خلاص بدل هو عمل تكيف للعيبة والأمور ماشي معاه كويس خلاص يبقى هو صح حتى لو الأمور اللي هو عامل عليها التكيف دي مش مقنعة يعني بمعنى إيه بمعنى أنه النهاردة فيه مدرب بيحب يماره اللعيبة الصبح بادري مش معادي التمرين واللعيبة بتدي ناتي كويس خلاص يبقى أنت صح دي في حاجة اسمها تكيف فإذا بدل الراجل المسلماني عارف هو بيعمل إيه وبيدي الشيء لنا بتاعه ونتائجه ماشي كويس بقى هو الكرة بتقول كده احنا درسنا كده في حاجة اسمها التكيف حتى لو أنت بتمرم بأسلوب مختلف وبيتجيب نتيجة يبقى أنت صح فبالتالي خلاص هو أضرب فرقيته وهو المسؤولي الأول وهو اللي بيتحمل يعني النتائج هو اللي بتسئل عن النتائج عشان نقفل قصة الأهلي المباراة اللي جاية أنت عندك مباراة 25 مع المنتخب طبعا الجزء اللي جاية نتكلم كله عن المنتخب لكن أنت عندك مباراة 25 ويوم مباراة 29 مع المنتخب مصر ضد المنتخب السنغال هترجع يوم 29 إن شاء الله لو كسبان هتبقى عندك أفراح وليالي ملاح والكلام دا كله فهتخد لك يوم يومين خلاص هذا اللي قال لي عنده مباراة يوم اثنين اربعة يعني أنت عندك تلاتين واحد وثلاتين واحد هتلعب يوم اثنين خلاص ومباراة يعني لازم تكسب مهمة مهمة جدا جدا إن شاء الله يعني فهي دي اللي هتوصلك لو لقدر الله لقدر الله حصل أي نتيجة سلبية هتبقى أنت برضو كلاعب عندك سبع لعبين أو ثمان لعبين موجودين في المنتخب مصر وبالتالي هتبقى عندك أنت أنت في الآخر مصري يعني عندك من جواك إحباط كبير هل أنت شايف أن كان من الممكن أننا نزوق ماتش مش إحنا يعني الاتحاد الأفريقي زوق ماتش الهلال يومين ثلاثة كمان هتفرق معاه في إيه والله يا إسلام وفي حاجة غريبة أنا أنا مستغربة يعني أنت لما جنين لعبنا كاس العالم للأندية إيه اللي حصل معا قول كاس العالم ديك هتخناء ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي أي في الآخر من النادي الوحيد اللي اتضر في البطولة النادي الأهلي يعني النادي الوحيد اللي راح الفريق بتاعه مش فلتين النادي الأهلي برضو اتحاد الأفريقي ده ما هو البطولة بتاعة كاس العالم تصفيات كاس العالم من خلاله طبعا أنت ليه ما تديش النادي الآلي حقه الشرعي أنه هو يريح وخاصة أن التحاد الأفريقي مش غريب عنه يعني عارف منتقب مصر النص والنادي الآلي لا وهو عارف يعني هو العامل المطشين هو المنظم تصفيات كاس العالم أو اللي هي المبردتة على تصفيات كاس العالم في أفريقيا اللي بينظمها للتحاد الأفريقي أنا أقول لك هو ويوم 2-4 ده هو اللي بينظمه وبالتالي أنت اللي عامل كده لا يعني هنا مش فيه لازم يكون فيه يعني الناس يعني في تحاد الأفريقي تعرف النادي الآلي ده يعني النادي الآلي عنده لعيبة في انتقب مصر النادي الآلي بيمثل مصر كلها في أفريقيا وأول فريق في أفريقيا وأكبر فريق فبالتالي من حق النادي الآلي أنه هو ياخد وقته اللعيبة تاخد وقتها لأنه دي بتعرض اللعيبة كمان لحاجات يعني لازم برضو نعذر اللعيبة الناس لازم تعذرهم أحيانا تلاقي بعض اللعيبة مش مستوى فيه إجهاد غير طبيعي بدني والإجهاد البدني بأثر على الزهن يا إسلام فبالتالي لعبة الآلي فعلا مش من السنة دي ده من السنة اللي فاتت والفترة اللي فاتت النادي الآلي بيلعب كل ما بتفتح التلفزيون يومين تلاقيه بيلعب ماتش وفي حين ان تبس لها بعض الفرق بعض الفرق تلاقي بتلعب بعد عشرين يوم وخمسشار يوم طب ليه يعني ده المصلحة مين لا هي المصلحة منطقة مصر ولا المصلحة النادي الآلي ولا المصلحة القرى الأفريقية ما انت في الآخر حتى لو انت عايز منتخب يوصل من عندك كاس انت عايز المنتخب الأفضل مش عايز المنتخب اللي هل كان عشان تمثل أفريقيا بشكل كويس إذا كان مصر أو السنغال أو أي فرقة فطبعا لتعادل الأفريقيا لا أنا شايف ان من بقاله فترة الموعيد يعني ما حاجة غريبة جد صعبة وانا حتى أنا كنت الزعلان كمان من كاس العالم الأندية الأهل تزلم يعني معلش لو تشيلسي كلام ده أنا قلته لو تشيلسي رايح نقصوا اللعبة لنقص الأهل كان يلعب ولكن أنا هيوده تشيلسي طب ليه الأهل يعني الموقف طبعا أنا مش هنقول حاجة يعني شخصية بس لازم هما الناس تبقى فاهمة اللي بيحط الجداول يعرف ان في فرقة بتشارك في دوري بتشارك في أفريقيا وبتشارك في كاس العالم أندية وبتشارك مع المنتخب فلا الأهل مظلوم في الحتة دي دي حقيقة يعني بدون أي مجاملة ولا نبنتكلم الحق الأهل اللعبة معظورة جدا وكان الله فعونهم يعني من السنة اللي فات مش من السنة دي يعني شايف الأهل دايما بيلعب مضغوط بالذات في الأمطار الأخيرة السنة اللي فاتت ومع مبرات أفريقيا فإن شاء الله بإذن الله إسلام إن شاء الله لعبت الأهل برضو عندهم ميزة عندهم خبرات والحمد لله عندنا يعني سكواد كويس جدا في الفريق يقدر إن شاء الله نقدر بإذن الله إن احنا نكسب وإحنا كتيم يعني أكبر محترام الفرق المجموعة معنا آه ممكن يكون فيه سقوط مع أصان داون لكن الأهل الأهل الكبير يعني الأهل قادر إن هو يكسب الهلال السعودي الهلال السوداني ونقدر إن شاء الله بإذن الله إن احنا في الأدوار التانية الأمور تكون أفضل لنا بكشري في الدولة العام المصري من وجهة نظرك من اللي شايفه قول لي فرقتين أو ثلاثة لأنه أنا عارف إنهم ما حيب أقول لي من الفرق اللي انت شايفه الحصان الأسود في الدولة العامة المصري هذا الموسي يعني هل نتكلم عن سموحة مثلا مع أحمد سامي هل نتكلم عن فيوتشر مع علي ماهر هل تتكلم نتكلم مع علي مي والله بص لما الأمانة يعني فيه فرق ماشي كويس طبعا يعني سموحة ماشي كويس باستثناء المطش الأخير أستثناء أربعة فرق من فيوتشر فيوتشر فيه فرق يعني الأداء بتاعها بدأ يتحسن أسترين كومباني آخر كان مطش ماشي كويس أنا مبسوط من الأداء بتاعه متحسن فيه فرق بتحاول لكن وفيه فرق ماشي برضو يعني كويس يمكن عشان برضو كونوا يعني مثلا برا منزل حد مطش الأهلي كان ماشي كويس فيه بعد كده يعني فيه فرق الأمانة يعني مع أعظم الفرق ما فيش استقرار قوي يعني مش شايف فرق ماشي يعني مثلا قيم بيعمل مباراة كبيرة قوي وتلاقي المباراة اللي بعضه أسهل تلاقيه مثلا ما يكسبش تلاقي الجونة في ملعبه بيخسر يخرج برا يعمل نتيجة لكن لحد دلوقتي احنا انت برضو الدور الأولاني لسه مخلص عشان تقول مين لكن فيه فرق ماشي بشكل يعني فيه وتشار بدأ بدأ يبقى أفضل من الأول نتاج الأول ما كانتش على حجم اللعيبة والإمكانيات اللي عنده بدأ الأداء يتحسن سموحها كان ماشي كويس معرفش بقى النتيجة الأخيرة دي وفي الكاس كسب يعني سنت لو اتفرقت على مباراة فيوتشر واسموحها آه فيوتشر عام مبارا جيدة جدا ولكن على الجانب الآخر اتفرقت على آخر ربع ساعة آخر ربع ساعة اسموحها ضيعة ثلاثة أربعة جواية لا فرق سموحها فرق كويسة فرق كويسة الأمانة يعني بيلعبوا كورة جميلة وكورة هجومية يعني كورة منهم مروان مشي حطاها جات في العرضة ولجعت في ايد الجو بالزبط بالزبط يعني هي المفروض بصراحة أقولك الأمان المفروض الفرق اللي تبقى كويسة السنة دي على يعني اللعيبة اللي عندها فيوتشر عنده لعبة كويسة جدا جدا المفروض وضعه يكون أفضل من كده فرقه برضو كان المفروض يبقى أفضل من كده لأنه صارف كويس وجايب لعبة كويسة هنقول أول سنة ليهم بس هو جايب لعبة من الدور الممتاز مش جايب لعبة من درجة اللي تحت البنك الأهلي عنده لعبة كويسة برضو وامكانية كويسة يمكن السنات ظروفه أفضل من السنة اللي فاتت اللي كان لغز بصراحة المقولين أول ماتش اللي فاتت اللي ظبط الأمور معه لكن ده الفترة اللي فاتت من أول موسم يعني مكانش كويسة أول يعني كان رايح في سكة لأنك لو بصت في الجدول برضو هتلاقي المولين هو الفرق اللي فوق الفرق الثلاثة اللي نزلين برضو الجيش بدأ يفوق بدأ يطلع شوية غز المحلة عنده مشكلة كان بادئ كويس غز المحلة في مشكلة لما بيخسر ماتش بيحصل ضغط على اللعيبة وعليهم جامد فبتلاقي الأمور بالنسبة لهم وهم قريبين يعني 13 نقطة من 9 نقطة بتكلم في 4 نقطة لسه الدوري طويل فيعني يجب الحذر شوية لكن مباراة بترفع فرقة كتير يعني في المباراة نادر إسماعيل النهاردة من بعد ما كان نقطة 2-3 مكسب اللي فات قرب اللي كان لغز طبعا نادر الاتحاد يمكن حصل في تغيير يعني زي ما نقول كده يمكن سموحها في يوتشار اللي مستواهم أفضل يعني في الفترة الأخيرة بالضبط كده يعني أفضل المصري في الدوري أداء مش حل يمكن مصري عشان بيلعب أفريقيا ويلعب دوري برمز في الدوري كان ماش كويس وفي أفريقيا ماش كويس بس طبعا لما لعب الآلي الآلي كسب متغلب المطش اللي فات وخسر مبارح خسر مبارح فإزا مالك أداءهم لسه ما مبانش مع فريرا هو برضو راجل معذور مش عايزين نقول إنه هو جيف مطش صعب قوي وهم كانوا بنسبة 90% خارجين من أفريقيا فراجل معذور المطش اللي فاتوا دول بيلعب وهو الفرقة مضغوطة ولعب مطش كان صعب والمطش الثاني خلاص هو برا المنافسة فما نقدرش نعكم عليه عشان نكون أم الآلي طبعا يعني في ظل الظروف دي لا الآلي تعادل الواحد جيد لا الآلي ماش كويس أول الدوري ولسه له تقريبا مطشين الآلي الآلي فلا يعني الآلي الأمور أفضل أفضل حال بالنسبة له في ظل الظروف اللي هو فيها طيب كيف يرى كابتن كوشري المنتخب الوطني عندنا مباراة مهمة جدا زي ما بنتكلم يوم الجمعة القادم سنعرف إجابة هذا السؤال ولكن بعد هذا الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين برضو يا كابتن كوشري خلينا بقى نروح للمنتخب خلاص انت دلوقتي عندك مباراتين مهمين جدا جدا يوم الجمعة القادم وبعدها يوم الثلاث اللي جاي كارلوس كيروش كيف هيفكر من وجهة نظرك في هذه المباراة أنا خلاص خدت عهد على نفسي وعلى الجميع نحنا خلاص مش هنتكلم عن قايمة ومين دخل ومين خرج خلاص هو اختار احنا قلنا ان كوشري ما ينفعش وإسلام ما ينفعش ومحمد ما ينفعش طب هاي حصل ايه؟ لا 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 دي وجهة نظره وانا بس براب عليه يعني لازم الناس تفهم انه هو رجل عايز ينجح ودي قناعاته ودي دماغه يعني هو ما بيعانيتش نفسه يعني هو عمر ما فيه مدرب هيعمد نفسه على مصلحته ممكن تكون لي وجهة نظر في العيبة احنا شايفين ان في العيبة كانت ممكن تبقى موجودة مع المنتخب شايفين ان هي تقدر تدي لكن هو الراجل طريقة لعبه واسلوبه مش مكتنع بحاجات معاينة خلاص يعني احنا في الاول اخر هندعم الراجل وهنتمنى ان هو ربنا يكرمه لان هي مصلحتنا كلنا وفي الاخر احنا اللي هنفرح وكان عندنا امنيات ان يبقى فيه لعيبة وممكن انا اتكلمت في بالذات ممكن احمد عبدالقادر كان نفسه يبقى النوعية دي النوعية دي انت بحتاجة في المطش الاولاني عايز النوعية اللي عندها حلول فردية لان انت هتلاعب فرقة قيلة لكن هو الراجل ما خدهوش خلاص يعني احنا بدي اتكلمه وجهة نظرنا احنا شخصية لكن هو في الاول بس الكل كان بيوجمع على احمد تحديدا يعني وبرضو مثلا من علامات الاستفاهم لم احكلمه علي الموجودين اвержل مهمد لاشين يعني محمد شريف وهديف الدوري مهمد لاشين الطيب انت غربتي في كس العرب وفي كس اولاد وديت مكيفين هتلعتو برا وديت او مساحة كبيره وفلا جبت نبيل اazione لبعد دونجا ما يبقاش عندي مروان مروان. مثلا لان الاتنين نفس. يعني ممكن يبقى عندك مروان بس. لكن تجيب حد مختلف. بص محمد شريف خلينا نكون واقعين. مروان لعيب جابت جدا. احنا بنتكلم في حاجة يعني مش عشان برضو الناس احنا الاهلي وبنتكلم على عيب الاهلي. لا احنا بنتكلم على حاجة واقعية. النهاردة محمد شريف. محمد شريف. يعني لعيب هداف. بيعرف يجيب لك جون في اي وقت. عنده لعيب سكورر. يعني انت محتاجه في الوقت ده. شكل مختلف غير العالم. مش هتبقى بيه وعدك هينزل عنده سرعات. بيعرف يجيب جون فانت كنت محتاج انه عادي. احمد عبدالقادر. لا لعيب عنده شخصية. شخصية يعني ايه. لعيب عنده شخصية في الملعب. عنده قرار. بيعنده المهارة يقدر يعضي من لعيد من اتنين ويقدر يجيب جون. ما عملهاش مرة ولا اتنين. لا. كان بيعمله هو في سموحة. ممكن انا دربته على مستوى يعني الناشئين. وممكن ان تصعد معايا ولعب معايا. هو هداف بطبعه. من هو في الناشئين بيعرف يجيب جون. بيطلع هداف الدوري وهداف فرقيته. فبالتالي. لا انت محتاج اللعيبة اللي تعرف تجيب جون. يعني مثلا عنده عمر مرموش. هو عنده قناعة كبيرة. الولد لعب كواس جدا. بس. انا شايف ان هو بيدي له مساحة اكبر من اللازم. وممكن يخلص عليه. وجهة نظري. مرموش من اللعب المهارين. بس الكرة ما بيجي له بتنتهي عنده على طول. طب احمد عبدالقادر عنده حلول. وبيعرف يجيب جون. امكان انا كنت بتكلم مع احد. يعني في برنامج يعني. بيقول لي. ما عندهوش الخبرات الافريقية يجيبه اول مرة. طب ما انت لعبت عمر كمال لعب واحد اول مرة. ما لعب احمد رفعت. ولعب اسمه امام عشور. ولعب عمر مرموش نفسه. طبعا لعب النادي الاهلي يلعب في اي وقت منتخب. لانه بيلعب افريقيا وبيلعب وعنده خبرات. وبيلعب تحت ضغوطات على طول. فلعب النادي الاهلي. لا يلعب في اي وقت مزت مع المنتخب. فدي بوجهة نظرنا. لكن احنا برضو مش بنقول الكلام ده. عشان نادي الاهلي. بس لا ده شوائد. اللعب مميز جدا. انا عن نفسي المباراة الاولى دي. انا عايز اكسبها. فانا عايز لازم يبقى عندي حلول فردية. لان انت ممكن مباراة تبقى مقفولة جدا. وده الطبيعي انها تبقى مقفولة. مين اللي هيفكلك الحلول دي. واحد زي محمد صلاح بمهارته. واحد زي مثلا لو احمد عبدالقادر موجود. واحد زي افشا. العيب اللي عنده مهارة. هو اللي ممكن يحللك الجزء الاخراني. فبالتالي هو طبعا اللي موجود نظر. ونحترمها. وفي ظهره ومعاه. وده قناعاته زي ما هو عنده قناعات بالطريقة اللي بيلعب بيها. ما فيش مشكلة فيه مدربين. عنده طريقة واحدة ومتغيرات زي اورجان كولوب في. في ليفل. بيلعب 4-3-3. لما بيجي الظروف تكبره. انه هو يلعب 4-4-2. شكل فرق بيبقى مش كويس. نفس الحكاية. كروش يعني بيحب يلعب 4-3-3. وان كان انا حابب انه هو في 4-3-3. اتمنى اتمنى انه يبقى فيها. في نص الملعب حد يلعب كورة. حد بيكمل ورا اللعب. ما يبقوش التلاتة اتفندر. وده يمكن. يعني كلنا متأكد من النسبة كبيرة. انه يلعب بتلاتة اتفندر. ممكن يبقى السلية وحمد فتحي وإنني. لأ انا عايز يبقى اتنين دفندر. ومعهم العيد تالت يقوم بمهام الاتنين. ممكن نشوف زيزو مثلا. ممكن نشوف زيزو. تريزيجي تالت. يعني ممكن زيزو اكتر. عشان زيزو بيرد وبيكمل مع تريزيجي. الحتة اللي قدام. يعني بيحب يهاجم كتير. طب من تريزيجي ولا مرموش. ليه لا. لو في الجهزية لو جاهز تريزيجي. هو جاهز بقى خلاص لان انا شوفناه. يعني تريزيجيي وانا شايف انه مرموش ياخد الشوت التاني. ليه مرموش مهاري. عايز مساحة. ده جاب فول امبارح ولا اول امبارح. فشتوتجرد يعني من كام يوم. من كام يوم. عمل فول جاب جون علامي. بس هو مشكلة هو لك ايه. عارف انت هو عايز كل مكورة. ياخدها يخش في وسط 3 لعيب وعايز يعدي. مش هينفع في كل مطش ومش كل الفرق. فانت النهاردة ده عايز تديله. وعايز يبقى فيه مساحة شوية قدامك. يعني البدايات لا. البدايات عايز اللعيبة اللي بترجع ترد الدافع. لان المباراة صعبة. فانت لازم زي ما هتاجل. لازم تدافع كويس قوي. يعني لازم تعمل حسابك ان انت ما يخش فيه جون في مصر. انت عايز تجيب جون. فلازم كل اللعيبة ترجع كلها تحت الكورة. وفيه لعيبة مثلا زي محمد صلاح. لا هيرجع وهيدافع. محمد صلاح هيرجع لان المباراة عارف المباراة دي اهمية ايه بالنسبة له بالنسبة لمصر كلها. فبالتالي لا انا عايز اللعيبة اللي هتعمل الدور الدفاعي. من اللعيبة اللي قدام ترجع تدافع في نفس الوقت. ما نبقاش تلاتة فندر صريحة. يعني تلاتة فندر صريحة دي. اه ممكن تبقى جس النبض. بس يعني خلي فيه لعيب بيكمل ورا اللعيبة. خلي مثلا واحد زي زيزو يكمل. بيعرف يعمل اوفر. بيعرف يشهد. بيعرف يكمل ورا اللعيبة. بيعرف يلعب على الكرة التانية كتير. فاتمنى اتمنى. لكن ايا كان يعني هو الراجل يعني اضرب لعبته. وهم بيتمرنوا معاه. وايا كان اللعيبة اللي هتلعب. انا اتمنى بإذن الله ان شاء الله ان ربنا يوفقهم. وهي مباراة مباراة يعني انا شايف التفاصيل الصغيرة. المباراة دي كابتن اسلام بتاع التفاصيل الصغيرة. اللي هي الفرصة اللي هتجيلك مش هتجيلك تاني. لازم تركز فيها. وانت بالدافع لازم تبقى مركز ما تعملش اخطاء على التمنتاشر. ما تبقاش مندافع. الباص بتاعك في الاستحواز تبقى بخيل او على كرة. عشان ما يحصلش عليك كور مرتدة. لان الفرقة دي هتلعب عندها طبع لعيبة على اعلى على مستوى. فبالتالي دي مباراة الكور المشتركة. والتفاصيل الصغيرة. ان انت تحافظ على كورتك على قد ما تقدر. والفرصة اللي تجيلك تحاول تستغلها بقدر. فان شاء الله ربناك. منتخب كبير جد منتخب السنغال. عندك يعني كابت الناجي كان معي في اول المكالمة. يعني بصراحة منتخب جمد جد. الباكين بيلعبه في بايرميونيخ. نص الملعب باريس سان جرمان وليستار سيتي. وعنده ليفربول وعنده لأ لأ فرقة تقيلة. والنابولي والميلان وتشيلسي. يعني انت عندك مجموعة ده غير العاديم بره كمان. بس انا اقول لك حاجة يا سلام. برضو يمكن انا يعني. ليه خبرة افريقية. ممكن لعبتي ثلاث سنين في افريقيا. لما قلت مسك منتخب جبوتي. الفرقة الكبيرة. عندها لعبة بتلعب في اكبر الاندال الاوروبية. بس لما بيجوا اللعبوا. بيرجعوا يشتغلوا مع بعض يوم. دايما بيبقى في مشكلة عندهم في الحتة الوراء. لان طريقة اربعة. اربعة مثلا. اربعة ثلاثة ثلاثة او اربعة اتنين ثلاثة واحد. بيحصل دايما حتى تلاقي. مفيش انسجام بين الاربعة الوراء. غير الطريقة بتاع الزمالية. خلي بالك انت برضو راجع. من كاس امم افريقيا. خمس ست سبع مباريات واربعد. وبالتالي تلاتة اربعة. خمس ست سبع مباريات واربعد. وبالتالي انت قربت من بعد قوي. انت حالس الكلام ده مفيش من شهر ونص. في نفس الوقت كاسبان البطولة الافريقية. انا معاك ان من فترة من شهر ونص. بس انا بتكلم ان كل لعب جاي من مدرسة مختلفة. طبع. من اتجاه مختلف. عكس انت هنا عندك اللعيبة. انا بقول لك بصراحة. عكس اللعيبة عندك هنا. انت عندك مثلا. لو لعبت وراء عبد منعم. وجنبه الوينشي مثلا. وفتوح. وعمر كمال. بلعبه في الدور المصري وحافظينه ولعبه مع بعض. احنا اقرب لان طريقة الدور المصري بتاعتنا. فيها اللعيبة حافظها شوية. فبيبقى فيه انتسجام شوية عن اللعيبة التانية. لا. هما فرقة كبيرة. فرقة كويسة. بس انا بقول لك يعني. والله ما صعب ان احنا نكسبهم. انا اتفرجت قبل كده على مبارات الجزائر. والسناكال في الملعب. في الامة وافريقيا اللي فاتت دي. اللي هي كانت في مصر. فريق الجزائر احتراموا مقافل الدنيا. وقدر يوصل المرمى بتاعهم وكسبهم. وهم بنفس التيم ده. بنفس التيم بتاعهم كسبهم خد امم افريقيا هنا. وكان لعبوا في المجموعة بتاعتهم قبل كده. برضو تعادلوا معهم. فتقدر ان انت تكسبهم. هنا انا بصراعة وجهة نظر ان هنا. ناخد يعني ربنا يا كريمني حتى لو بواحد صفر. لان لو كسبت هنا واحد صفر يا كابتن اسلام. هناك بقى عندك بقى يعني. عندك تدر ترتم كل حاجة. انا عايز ايه ناك. انا هقفل الدنيا عندي اقل. انا هشتغل على اخطاقهم همه. اشتغل على زي المطش النهاية بتاع افريقيا. هتوقف صح. هتقفل وتقفل المساحات عليهم. هتشتغل على ان انت تخلص عليهم. والجول اللي يجيبه هناك هيبقى من الصعب تعويضه. بالنسبة لهم همه. فعشان كده انا وجهة نظر المباراة الاولى على ملعبنا. دي حاجة ايجابية مش سلبية. احسن مكانة المباراة التانية عندنا. قل قد الله ممكن تلعب وما هم كاسبانين هتبقى مضغوط اكتر. اكتر من انت مضغوط فاي خطأ هيبعيدك. فانا ان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا. ويوفق اللعيبة بتاعتنا. وعندنا حلول برضو عندنا لعيبة كويسة. محمد صلاح. مصطفى محمد ربنا ووفقه يعني يشتغل يعني. مصطفى محمد عشان يشتغل محتاج كورة عرضية كتير. فلازم الجنبين بتوعنا يشتغلوا معا. يشتغلوا شوي. مع اني. انا بقى مرموش لازم يكمل معا شوي. صلاح ما بيجيتش الحاجات العرضيات. ويشتغل على كورة التانية. ويشتغل على كورة فرجلي. حمدي فاتح والسولية. اللي اتنين عندهم ميزة. الحاجات اللي فيها شوتنج وكورة السابتة. مميزين فيها. فان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا. وعند رسكة في لعبتنا. هنكمل كلامنا مع منتخبنا أو عن منتخبنا الوطني. ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين كشري. طيب هل تكون دائما الاستراتيجية على مباراة واحدة. ولا هينظر للمباراتين بمعنى. ان هو هيفكر كاروس كيروش طبعا. هيفكر في مبارات يوم الجمعة. ولا جمعة أو ثلاثة. لا هم الاثنين مرتبطين ببعض. مباراة واحدة يعني. ولو هيفكر في مبارات الجمعة. هيفكر ان هو يكسب. ودي مترتب على المبارات التانية. منت النهاردة. هيلعب بعدها حولك ثلاثة اربعة ايام. ها الجمعة والثلاثة. يعني الاثنين مباراة واحدة. انت بتلعب زي. شوت وشوت. فبالتالي لا المباراتين مرتبطين ببعض. انت عايز في مصر هنا عايز تكسب. وعايز تكسب بقدر ما تستطيع بنتيجة كويسة. ولو كسبت مكسب يعني. اتمنى المكسب يبقى. مثلا يعني. لو حتى ضعيف يبقى واحد صف. مايبقاش اتنين واحد مثلا. عشان الجمعة يقصرش عليك هناك. فبالتالي لا. هم مرتبطين ببعض. بس طبع التركيز كله هيبقى في المباراة واقول. مش هيعمل حساب. انه عايز يريح حد عشان ماتش التاني. لكن طريقة ادارته للمباراة. واللي هيستنى. يعني كابتل ناجي كان رأيه. ان هو لازم يستنى لبعض النهاية المباراة. ويشوف. النتيجة هتوديه فين. بمعنى. بمعنى ان هو لو كسب حيلعب بطريقة مختلفة هناك. لو خسر لقدر الله. هيبقى الطريقة تانية. اكيد طبعا اكيد يعني كل مباراة. هو هنا لو. انت لو لعبت المباراة وكسبت. قلتلك عنده بقى. ده اكيد هم ردت بالامور ده. انت لو قعدت مع نفسك وفكرت. وقلت المباراة الاولى كسبانا هنا. هتروح المباراة التانية هتعمل لها أسلوب. هتقسم المباراة زي ما انت عايز. وانت هتشتغل هتبقى. بتقفل مساحتك كويس جدا. لان انت عارف ان هناك هتتعرض لضغط جديد جدا من هم. بجانب انت مش ضامن التحكيم عامل ازاي. مش ضامن الظروف تبقى هناك. فبالتالي انت هتقفل. هتدافع في كلتا الحالتين. كسبت او اي نتيجة هتأمن نفسك. لان انت عارف انت بتلاعب مين. مكسبك هنا في المباراة. يخليك هناك تشتغل بطريقة تانية. تشتغل ان انت تقفل من نص ملعبك كويس جدا. تقفل مساحت. تلعب بثلاثة فندر زي ما انت بتلعب تقفله الخطوة كلها. عشان تساد يوماني من ناحية دي. ما يشتغلش يبقى انت تقفل الخط كله. وفي نفس الوقت بتعتمد على سرعات. ممكن يبقى عندك لعيبة تستغلها في الهجمة المرتدة. في السرعات والكور السابتة. ده طبيعي لو انت كسبان هنا. لكن اللي قد الله لو نتيجة هنا. مش كويسة. هتروح هناك هيبقى يعني هتبقى عايز تكسب. فبالتالي هتبقى في جزء منها مجازف شوية. مش هتبقى لمم خطوطك زاد على لزوم. هتبقى بتدافع. بس بنفس الوقت بتهاجم كسافة. فبالتالي المبراطين مرتبطين ببعض أكيد. مع نفاش كلام يعني. مش معنى انت كسبت الماتش الاولاني خلاص التوصيل. لو هتلعب الماتش الاولاني هتلعب بمين؟ أنا؟ اه تشكيل. انا ولا هو؟ انا الماتش الاولاني يلعب بمحمد عب منعم والوينش. الشلناوي طبعا. الشلناوي طبعا. الشلناوي لا. الشلناوي رقم واحد في مصر. والشلناوي عنده ثبات في المستوى. حتى لو بيجي في مرة ان هو مش مصر. ده طبيعي. العالم كله من الحرص. لكن الشلناوي. انا شايف الشلناوي في حتة تانية. يعني ابو جبل عمل بطولة هيلة في افريقيا. لكن لا مازال ان الشلناوي في حتة تانية. وجهة نظري. ودي يعني. مش بقولها من فراغ. لا الشلناوي رقم واحد. هو طبعا ليقف. بقرة عمركة ملعب واحد. اثنين سردباك محمد عبد المينعم والوينش. باك ليفت فتوح. نص الملعب. ألعب اثنين ديفندور. والتالب بتاعهم. التالب بتاعهم. يبقى زيزو. يعني ألعب مثلا. ممكن أبدأ بالسلية. والنيني. وحط زيزو. وحط زيزو. وعندي حمد فتحي. ممكن يخش كبديل. على حسم ظروف المباراة. او العكس. ممكن حمد يبدأ. والسلية يعني. هو بيعتمد بنسب كبير على المحترفين. وإن كان وإن كان إنني فترة أخيرة ما بلعبش. يعني أنا لو كلمتيني. هقولك على الوضع الحالي. السلية وفتح. ومعهم زيزو. لأنني ملعبش. فالسلية وحمد فتحي. وزيزو. قدام. ثلاثة. صلاح. ومصطفى محمد. وتريزيجي. ابدأ بالثلاثة. هو هيلعب ازاي؟ هو هيلعب بالخط الظهر اللي أنا قلت عليه. الشناوي. ومحمد عبد منع مولوينش. وعمر كمال. ثلاثة في نص الملع. هيلعب بالنيني. وهيلعب بحمد فتحي. وهيلعب بالسلية. هيلعب بالثلاثة. والثلاثة تفندر. يعني فلات. يعني كل واحد ياخد طرف. وهيبقى النيني في القلب. هيلعب بالثلاثة اللي قدام. مرموش. ومصطفى محمد. ومحمد صلاح. يعني هو الاختلاف. هيبقى ما بين الثالث. اللي في نص الملعب. ومرموش وتريزيجي. اه اه. انا حابب ان يبقى فيه. زيزو. ويبقى ليه. يبقى افشى ليه دور. افشى ليه دور. لانه افشى هجومي. انا عايز اكسب. فممكن يبقى ليه دور الشوت التاني. هيبقى ليه دور الشوت التاني. لان ليه ممكن نقول. زيزو ليه في الشوت الاولاني. عشان هيبقى فيه ارتداء كتير. فيه ربوع. زيزو بيجري كتير. وحركة وبيعمل عرضيات. وبيشتغل. فمختلف شوية. عن انه يبقى انني موجود جنبه. مع حمد فتحي. ومرموش. حل. حل كويس جدا. انه هو مهاري. وكلام ده ادي له الشوت التاني. ما شفناهوش. احنا بقى لنا فترة انه هو قاعد احراته ينزل مثلا. والله هيبقى حصل. والله هيصدقني انا اه. انا مرموش لو معي. يعني اعلي اكتر من كده. لان مش كل المباراة تناسبه. مش بالضرورة ان اسلام مميز. حاجة ان انا الاعبه في كل المباراة. بالعكس. انا في مباراة الاعب. الاعب مرموش. ابدأ به. وفي مباراة يبقى معي على الدكة ينزل. اللي هو اللي يعمل لي الفارق. لكن في مباراة. بدأت الناس هوها بتتفرج. كلها بتطالب ان هو اغير. وهو بيزبر عليه كتير. لا. يعني اه. لا ادي له في اوقات كويسة. عشان هو كمان يفوق ويكسب المنتخ. اه. هو لعب كويس. اه. وانا قلتلك. الاختلاف بينه وبينه هيبقى في اثنين لعيبة. اه. لكن طريقة اربعة تلاتة تلاتة. اه. ممكن اه. يلعب بيالماتشجال. انت بتلعب تيم تيل قوي. فرقة تقيلة. مش هتلعب اربعة اثنين تلاتة واحدة. هتلعب اربعة تلاتة فلات. اللي هو. وقفين وقفين يعني. كل واحد واخد خط. يعني انت مثلا بتقول زيزو. هتحط زيزو. هيدافع تحت صلاح. ناحية دي. وهيبقى ناحية الثانية. السلية. مثلا هو في النص حمد فتحي. او السلية وحمد فتح الطرف. يعني تشتغل ان يبقى لازم تقفل لجناب. عشان هم مميزين السرعات. وبيشتغلوا على الجناب. لازم تقفل خطوطك كويس جدا. وكله يبقى تحت الكورة. ومش معنى انك تحت الكورة ان انت ده. ما تضغطش. لازم يبقى فيه ضغط عالي. وبعدين لازم يبقى فيه بريسنج من البداية. عليهم من قدام. عشان ما تدهمش فرصة انهم تطلعوا بالكورة. انت بتلعب على ملعبك. وعايز تكسب. فلازم تاخد البداية كابتان اسلام. لازم اعمل بريسنج عالي جدا. جدا في البداية. اول ربع ساعة. لازم تبقى ما تخلوش يبني هاجما من قدام. لو انت عطلتم من بداية المباراة من قدام. هيبدأ يلجأ لكورة طويلة. وكورة طولية. احنا عندنا ناس بتعرف تشيل كورة طويلة. وترضاه. يعني تعمل بلوك عليه. فبالتالي انت ممكن تركب الجيم. لو بدأت ضغط صحة اليوم من البداية. انا مع ان انت تاخد المبادرة. وتاخد قوة ملعبك. وتاخد احساسك بملعبك. واصرارك على المكسب. من البداية. اتمنى البداية بتاعتنا تبقى كده. هتفرم معنا كتير قوي. رسالتك الأخيرة بقى. لا رسالتي ان اللعبة تبقى هادية. انا لو بكلم لعبتي. اقول لهم لازم تبقى هادين. مش عايز. الحافز والاصرار يبقى اكتر من لازم. عشان ما تخشش في المشاكل. تبقى هادية. لان طبيعي ان اللعيب بيلعب مباراة. هو عارف حجمها. انت مش محتاج ان انت تشحنه. يعني انا في المباراة ده مش هشحنه. لان هو اصلا. عارف. مش حون خلق. يعني هو. فبالتالي تقول لازم تبقى هادية. تقدع كرة. كرة ما تبتعش منك. يبقى نمتلك الكرة في نصف الملعب. يبقى فيه تحرك من الناس اللي قدام. نحاول ان احنا ما نضغطش. ان احنا كل كرة عايزين نلعب من صلاحنا. عوره. نشتغل على الناس التانية. صلاح ياخد الجابة بتاعته. مصطفى محمد وتريزي جي يتحرك. ان احنا نشتغل على الكرة التانية. يبقى فيه كسافة عددية في الكرة العرضية. بتعمل كرة عرضية على الاقل يبقى فيه ثلاثة جوة الثمانتاشر. وفيه بلوك ثلاثة وراهم. عشان الكرة اللي جاية تبقى معاك. لما تيجي الكرة ترجع في ملعبك. او في نصف ملعبك. لازم الفرة كلها ترجع تحت الكرة. وطبعا الكرة السوابت دي مهمة جدا. انه يبقى اللعبة مسكة كويس قوي. وطبعا المدرب اكيد بيحط مين مع مين. والحاجات دي انت فاهمها في المباراة. فا اتمنى اللعبة انها تبقى هادية. وتركز الفرص الصغيرة. او الفرص اللي ممكن تجيلك. ممكن ما تجيلكش تاني. فبالتالي زي ما بقولك اشتغل على التفاصيل. التفاصيل بتفرق بين اللعيب والعيب. بتفرق بين فرقة وفرقة. التفاصيل دي في حاجات كتيرة قوي. طلعت كرة من رجليك. من الفنش عن الجون. في الاستحواز كرة. في التغطية صح. الحاجات دي مهمة قوي 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 في المباراة الكبيرة. لان هي دي اللي بترجح فرقة وفرقة. الهدوء ان شاء الله هنكسب بإذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معنا النهاردة. وكل التوفيق ليك. ولمنتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله. حبيبك من اسلام انا سعيد ان انا كنت معاك. انا اللي بشكرك جدا. فرصة عيدة ان انا تواجد في مكاني وبيتي. طبعا. شرف لنا يا نجم انت تكون معنا. شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن احمد كوشري. وكل التوفيق طبعا لمنتخبنا ان شاء الله يوم الجمعة القادمة. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله بكرة حلقة جديدة من البيت الكبير. موسيقى